بالجد والجهاد والكفاح بحبنا لطلعة الصباح نصيبنا النجاح كنا قد راهنا سابقاً على أصالة هذه الثمرة وطيب منبتها والفضاء التي نمت تحت سماعه فهو فضاء الطهر والقداسة واليوم نرسم بكم من لوحات تعظيم الطبي وتوقير الطبيب وسنباهي بكم ونشكر الخالق الجليل جل اسمه الذي به تتم الصالحات لنتلو آيات حمده وشكره الحمد لله وشكر يعني الشعور لا يوصف أبداً يعني الحمد لله وشكر سس سنوات تطينها اللحظة وهذا الحلم يتحقق اليوم الحمد لله وشكر فضل الله سبحانه وتعالى وفضل الأم الأطخار قدرنا اليوم نرفع رأسهنه ونحقق الحلم مانتنا الحمد لله وشكر طبعاً شعور أبد لا يوصف بهاي يعني بهذا اليوم بهاي الساعة يعني فرحة أبد ما يوصف أبد طبعاً هي فرحة عامرة ما نقدر نوصفها بكلمات لكن هاي الفرحة يتخلى لها شعور إنه بالمستقبل نحن نتحمل مسؤولية إنه إن شاء الله إحنا بالمستشفى وهاية كلها مسؤولية وإن شاء الله نحن نكون قدها بجهود دكاترتنا ما قصروا إيانا إن شاء الله طولنا المعلومات اللي نتأهلنة نقدر نخدم مجتمعنا ونقدر نخدم شعبنا وإن شاء الله نكون قعد حسنا الظن نبارك لأنفسنا أولاً ولأهلنا ثانياً ولجامعة العميد وللعطبة العباسية أيضاً هاي الفرح الجياشة التي كنا منتظرينها لطوال سنوات دراسية متعبة ومهلكة وكذلك رغم التعب رغم الإعاقات رغم الجهود الحثيثة طبعاً نهديها لأولاً لأبل فضل عباس عليه السلام هذا العطاء الذي أنطلقت منه المكون العلمي الأساسي لجامعة العميد طبعاً الكلمات تعجز عن وصف المشاعر اللي نحسها بهذا اليوم اليوم اللي انتظرناه طول مسيرتنا الدراسية بنص أهنة بنص ناسنا بنص أخوتنا بنص زملانة وإن شاء الله تكون بداية خطوة البداية الجديدة إن شاء الله يتخلى لها التوفيق والنجاح إن شاء الله بمسيرتنا الدراسية ومسيرتنا المهنية إن شاء الله شعور بالافتخار شعور بالرضى عن النفس شعور بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى ونشكر أنا أحس أن تعب أهلي مضاع أحس التعب اللي توجه لي والثقة اللي نطيت من قبل أهلي من قبل العتبة اللي وفرت هالفرصة اللي خلتنا نسمع ندرسينها بكلية الطب العراق وعدم المعاناة لدراسة الطب خارج العراق نشكر لتوفير هذه الفرصة الثمينة وإن شاء الله إحنا قدر المسؤولية سرنا وتاريخ لنا يخطه الزمن حيث العراق لا فراق للسنة وطن والأنبياء والأولياء والآيو والسنن يعني أنت مثل ما تعرف أنه هاي الجامعة تكون ممثلة لأبا الفضل عباس فهذا أكيد لازم يطل دافع لداخلنا حتى المؤسيء من عندنا واللي مو من هذا الخط أكيد لا يكون محترم والهذا التوجيهات الجامعة والهذا السياق وتوجيهات العتب وهذا أكيد ست سنوات هاي أثرت علينا وخلتنا إن شاء الله نحو الطريق الصحيح إن شاء الله نكون يعني نعكس الأفضل والأفضل والله هذا الانتماء أو ذا جامعتي فانتماء لي تعب ست سنوات فرحة لأشوفها بالأساتذة هاي تسوي فرحة اللي ما راح يتوفرها خارج الحمد لله الجامعة ما قصر يعني ما يكون فرقة عن الحفلة هنا الخارجية أو الداخلية بالعكس هنا تتميز بأجواء الروحانية أجواء بالفضل العباس يعني أنا أتوقع ومو أتوقع أجزم وأتأكد إن شاء الله جامعتنا هتكون بصمة الأولى على مستوى العراق وإن شاء الله هتكون نقلة مستوى التعليم وإن شاء الله نكون إحنا الخطوة الأولى لتغيير الواقع نظرة المجتمع نحو الطبيب نعم فكم لهذه العتبة المقدسة العتبة العباسية من وقائع وكم لها من صنائع وكم لها من بدائع وروائع ولها في ميدان التعليم قصة تروى ضمنت فيها تعليما نوعيا منصفا وعززت فرص التعليم لفئات محرومة مدى حياتهم سرنا ومنهاج السماء دائما دليم والعلم والكتاب في مسيرنا خليم أساتذة أصحاب خبرات أصحاب مبادئ سعوا لإنجاح مؤسسة العميد بكادر نموذجي يسعى لتطوير الطب في العراق كانوا أصحاب مسؤولية نشكر جزيل جميع الأساتذة جامعة العميد حقيقة جامعة طبعا أنا أول بكل طب أهلية طبعا بالعراق أكيد صار اختيار علي أفضل من الخارج العراق هذه واحد اثنين جامعة العميد وفرت بيئة مناسبة تعليمية مناسبة وفت من مختبرات طبية من أجهزة من كادر طبي متخصص مسيرة صعبة كانت بس أكو شغلات سهلة تعلينا هذه المسيرة اللي هي من ضمنها وجود الأساتذة ديكاترا مالتنا اللي بصراحة يعني تعاوننا وينا تعاون كل الشي بيسهل وعلينا الخطوات أخذنا من وقتهم تعبناهم بفضل الأساتذة بفضل العائلة الكريمة بفضل الجهود الحثثة من العتبة العباسية المقدسة أيضا على رأسها السيد سماحة السيد المتول لشتر العتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي دام التوفيقات كذلك رأس جامعة العميد كذلك العمادة عمادة كليات طبيب كل هذه الجهود تكللت واجتمعت من أجل إظهار طالب أو إظهار طبيب له إمكانية له قابلية على مواكبة التطورات مواكبة الحياة العملية الناجحة التي تهدف لحياة صحية مثالية هذه دراستنا طول فترة ست سنين تعبنا بها ودرسنا على موضع يكون الحلقة الوحيدة اللي بين حياة المريض يعني بين حياته وموته فإحنا إن شاء الله راح نحاول نبذل أقصى جهدنا على موضع إن شاء الله مثلا نحاول أنه دائما نكون على حسن ظن ديكاترا مالتنا ومجتمعنا هذه المسؤولية صعبة مسؤولية تتعلق بالبشر نحن إن شاء الله لا نستطيع ننزم لكن المؤهلات تثبت على أن طلبان منجزين ناجحين سوف نستطيع تقديم مساعدة للشعب والخدمات وإن شاء الله توفير أفضل فرص لإنقاذ حياة المواطنين يعني هذا اليوم آخر يوم للتدريس لكن هذا بداية مشوار تحمل المسؤولية وخدمة المجتمع وإن شاء الله نكون حسن الظن شكرا للأساتذة الأفاضل للعمادة والأخسام شكرا لرئاسة الجامعة ومجلسها الموقر شكرا لكل من كان وراء إقامة هذا المحفل شكرا للمشاهدة وشكرا للمشاهدة